شيخنا الكريم من الفائز بالمركز الثالث الفائز بالمركز الثالث الأخ أحمد خضر السالم من تركيا إذن الفائز بالمركز الثالث من تركيا أخونا أحمد خضر السالم ويحصل على مبلغ 500 ريال سعودي ألف 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 مبروك والفائز بالمركز الثاني شيخنا الكريم الفائز بالمركز الثاني ابننا نور الدين أحمد عيد المصري المقيم في أمريكا ما شاء الله تبارك الله إذن الفائز بالمركز الثاني في الحلقة السابعة نور الدين أحمد عيد وهو مصري مقيم في أمريكا وعمره عشر سنوات ويحصل على مبلغ ألف ريال سعودي نفع الله بك وجعلك ذخرا لوالديك أما الفائز بالمركز الأول من يا شيخنا اليوم المنافسة قوية نعم الفائز الأول هو الذي قرأ بالأول عمر حسام نزار عبداللطيف من العراق ما شاء الله تبارك الله إذن من العراق عمر حسام نزار عبداللطيف هو الفائز بالمركز الأول في الحلقة السابعة ويحصل على مبلغ ألف وخمسمائة ريال سعودي وكذلك يؤهل إلى تصفيات النهائية في الحلقات المباشرة والاختبار المباشر عبر سكاي بي بإذن الله تعالى من الآن جهز حسابك في السكاي بي وجهز أمورك وإنترنت قوي وتجهز إن شاء الله للحلقات الختامية مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام أرددها ثلاثا لأقول لكم مسابقة تراتي الرمضانية حرصت القناة أن نشارك به بإذن الله تعالى لنكون في كل العالم اقرأ للناس كافة في عصر الجائحة نكون معكم بالقربة والقرآن الكريم نتنافس تنافسا شريفا لعل هذا التنافس الرائع والراقي يجعل ذلك رحمة لله عز وجل ينزلها علينا ويبعد عنا هذه الجائحة ونعود إلى حياتنا بخير وسلام حمان الله حماكم الله حمى الله جميع أحبابنا رددوا وقولوا اللهم ارحمنا نبقاكم غدا في الحادي عشر ونصف ليلا بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك شيخا الكريم شكرا لحبي الله أعطيك العافية وشكرا لفريق العمل شكرا للجنة التقييم شكرا لكل المصورين خلف الكاميرات فريق الإعداد فريق الإخراج فريق الإنتاج الجميع القائمين على هذه القناة حماكم الله ورعاكم الله شكرا للمشاهدة